موت على شيء اسمه شاهي فعشان كذا قرب سويلي كورن البورتي مرة ممتازة قعدة وتقريبا دعم يبس صغيرة طيب طيب لبس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله فيديو جديد من قناتي انا موسن شخباركم مشارة تكونون طيبين بخير صحة وسلامة شارة تشوفون هذا الفيديو وانتم بعتم الصحة والعافية مشاروني عنكم مشارونكم مع بداية الترم الثالث الله مولك الحمد ولك الشكر صراحة الايام مرة مرة تمر بسرعة الحين بدينا خلصنا ترمين بدينا الترم الثالث وحنا على وجه رمضان الله يبلغنا وياكم رمضان حنا باحسن هذا ويتقبل منه ومنكم صالح الاعمال اصعب انا يعني الوقات عندي هو تنظيم النوم بعد الاجازة مرة مرة انا يعني شوي حتى اتأزم يعني بهالسبوع هذا والحين انا الاسبوع بعد هذا يعني زاد عندي كذا يعني راسي صار مرة مشوش وكذا كيف انظم يعني بيني وبينكم ما قدرت اصلا انظم النوم لان خلاص السكوعة الجاي رمضان فما راح اتعب نفسي لان تعرفون يعني كل شي سبحان الله يتغير برمضان نظام الاكل نظام النوم نظام كل شي سبحان الله فيعني انا حين محتارة مرة وش نسوي وش بيكون نظامنا برمضان ما ودي صراحة انا بسالفة السهر هذي واللي راحون مواصلين ويجون لي ينامون ولا يقومون للفطور يعني مرة مرة هذه الحالة يعني مرة تتعبني وكثرة التفكير فيها بعد يرهقني زيادة فيعني مرة مرة ودي اني السنة هذي يعني ما يكون فيه سهر ونقطة ثانية تعرفون يعني عيالنا اللي يصلحهم ومرتبط عندهم رمضان بالغياب مع ان الحمد لله السنة هذي بس بندوم اسبوعين يعني ان شاء الله بإذن الله في 18 رمضان بتكون فيها تبدل اجازة حقة العيد الله ملك الحمد ولك الشكر فيعني بحاول يعني قد ما اقدر ما يكون فيه غياب وبحاول بعد اني ينظم نومهم مثلا يعني بضطر صراحة اني يعني اقدم السحور معني انا عارفة يعني انه اكيد انها الافضل تأخير السحور لكني شكري بصير اقدم السحور مثلا خاصة الصغار يعني والسونة وانس كده وبراء اللي بالثنوي علشان يكونون ينامون بالليل يعني يا رب يا رب ان شاء الله انه عم تفيد هذا المحاولة عشان يصيرون ينامون يخلو لهم يعني لو ساعتين نوم قبل الفجر يعني لها دورها صراحة بالنشاط اذكر صنع اللي فاتت اغلب الايام حتى اوضبطهم كده اسبوع يرتعوا يتلخبط النظام مرة ثانية فما ادري صراحة الله يسهل ويعين عليهم والله يسلحهم وبس حبيباتي قلت يعني هذا الشياء قد خليني نتبادل يعني احنا وياكم الانتشاور وانتم شا تسوون انتم تقدرون تنظمون نومهم والله اعرف يعني اخوات يقولولي حنا ما عندنا شيء اسمه سهر في رمضان يعني يقول نظامنا في رمضان زي غيرة من الاشهر ما يسهرون ولا شيء فماشاء الله ليله لله يعني اني صراحة اغبطهم على هذه الميزة يعني عندهم في عياليتي والله انا اتمنى لو بعيالي كده ما يسهرون في الليل ولا ينامون يعني في رمضان زي غيرة من الاشهر فيعني يلا عطوني انتم كيف تسهرون ما تسهرون كيف يكون نظامكم مع المدارس هنا وعدنا كنت اسوي غدانا امس ويت لهم بشامل كنت سالقة يعني الماكرونة من قبل وسويت اللاما صلي على محمد البشامل وسويت الدجاج حشوة الدجاج انا قليل اسوي لحم ما افضل ان اللحم يعني حبون عيالي الدجاج مع الماكرونة اكثر طريقتي بالبشامل كثير يعني شاركتها معاكم ما شاء الله هذه الطريقة مرة ناجحة شوف بعض الناس لا يحطون او شيء دقيق يحمسونا وكده يحركونا وبعدين عالي يضيفونا زبدة ويضيفونا الحليب يعني تعرفون في طرق كتير كل وصفة تلقيم منها اكثر من طريقة انا نسبتني هذه الطريقة انا اخلطهم كلهم بالخلاط حط لي كده كاسين حليب واحط تقريبا اربع ملاعق دقيق واحط معكتين كبار جبن سايل طبعا مع ملح وشوية زبدة بس وحركهم سرعة بسرعة بسرعة على حاج ما يتقل الخليق وبس ما شاء الله لله لله شوفوا شلون جمال البشامل انا عد ما احب بخففة مرة لاني لازم تكون الطبقة اللي فوق تكون يعني تغطي المكرونة علشان مع التحمير ما تنشف لك حبات المكرونة هذه والسونة كانت جاي من المدرسة اللي احبظها حطيت لها مكرونة حطيت لها يعني الغداء وتقدت الله مولك الحمد ولك الشكر دامي بس صغيرة طيق طيق يا هلا والله صباح الخير قعد اصوي بعد دام شويت ايدام مع الدجاج ورزة بيان قعد اصوي الفطور كيفكم شفاركم قعد اصبع قليش وطمات ان کی بلايك قرية من الهدف اصبح اصبع والسونة قلب اصبع 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 موسيقى 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 يومي 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 تحسون مثلين اول سبوع بعد اجازة مرة يكون صعب مرة مرة الجوما وترتيب النوم حتة سبحان الله يكون مرة يوم طويل سبوع طويل مرة مطاعي خلص حس كأنه سنة ريحت الزيتون تجنن هذا عاد الحب حدي لذيذ 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 حتة هذه الجبنة اعتبنوها برمران للحشوات تهبل الأقماع الخطاير غسالة شارك خلاص حلصنا هذا البيض شكراه وَ SERểm اشعر看到 اشعره لذيذ بس أشعره بس موسيقى متاجر تيكتوك المفرش يهبل مع الوسائق وحتى هيكل السرير بس بصراحة ممتأكدة مرة من الأسعار لكن إذا حبيته وعجبكم السرير سألت عن تفاصيل وحطيتها لكم بالمنتدى بس يجنن ماشاء الله جودته مرة ممتازة قعدوا تقريبا يمكن قعدوا سبوعين بعدين جابوه وركبوه شوفوه شلون من تحت الأرجل حقها تحت خشب مرة فخم وهنا القماش القماش مرة حلو عاد لسه ما غير وده يغير الدولاب بس أنا قلت لأصبر يعني عليه يبي دولاب يعني يكون يتناسق مع لون السرير كده والغرفة بس يعني قلت لأت استعجل هذا أصلا نسأل الدولاب من زمان عندنا ضهر من يوم مسكننا بس من إيكيا صراحة مبشينة أنا قلت له لو تصبغها أو كده بس شكلها معجبتها البكرة هذا معلاق بعد وبعدين هنا أستارة هذه استارة ما شاء الله مرة تحجب صدق الإضاءة لأني أذكر أنا مرة كنت اشتريت من إيكيا واحدة مرة صارت شفافة وما تحجب النور بس هذه مرة متازة ما شاء الله جودتها نجي عاد الكورنر طبعا هو محمد من أشاق الشاهي ظهر اللي يعني كنا لا والله في كم واحد من عيالي يحبون الشاهي بس لدرجة محمد لا ما حد وصل لدرجة يموت على شيء اسمه شاهي فعشان كذا قالوا بسويلي كورنر بورتي كورنر شاهي اشترى هذه الغلاية ظاهر نشتراها من متجر أو أني ما عدي صراحة عن التفاصيل بس أنه يمدحها مرة يقول أنها ممتازة وأنه فيها شفتوا جهاز القهوة هذا اللي يصير فيه تسخين وكذا نفس الشيء وفي هذا اللي يحط فيه الشاهي يقدر شيله يرتفع الظاهر إلى خدر الشاهية شيء يمدحها مرة والاكسسوارات هذه أخذها من شيء كنت شاركتها معاكم قبل هذا المفرش والسجادة هذه اللي تحت وهذا الدرج ستقولوني شارية زي من إيكيا مرة غالي جابه من أتوقع أنا من نون سعره مرة مرة مناسب طبعاً هذه بعد أخذها هذي من؟ شيء مرايا شكله حلو يعني ديكار بس أنا خافت عكس هذا خلاص هذا هو شكل الكورنر الشاهي في أشياء تحت شاريها بس اللي حين معلقها مدري ليش هذه الأشياء جنن كان يقولني ودي أعلقها بس من دون ما أحفر الجدار عد ما أدري يعني شكله بيقعد يدور طريقة أنا أذكر كنت شاريت ملصقات يتحطونها بالجدار بس حيثها مبثابتها ما تثبت هنا وعد محمد من عشاق القيم هذه الشاشات والبلستيشن والله يحفظهم هنا بعد هذه شاريها من شيء والكوب هذه صورته صغير يا حلوهم الشباب وبس حبيباتي قلت عالشاني وعدتكم خلي وريكم الغرفة بقي لبسكم ودينا أحس بي لبعد لوحة أو شي كده زينة فوق السرير وهنا أقول لكم هنا سبق الغرفة وكان عندنا فتحات فوق بروح أوريكم إياهم لأنه باقي غرفة واحدة حنا مبعد زينناها بوريكم شلون فتحات هذه ما أدري شلون يعني صارت أثناء البناء وما صلحا يعني فحنا كنا على مدى تقريبا عشر سنوات سكننا في ذا البيت كل فترة يسوي غرفة كل واحد يسوي غرفته يعني شوفوا بنات هذه الغرفة هذولي الفتحات اللي أنا أقصد شوفوا بعضهم حطينا فيهم نور أول كان فيه علب نور كبير شلناهم حطينا هذولي بس يبي لهم يعني هذي يعني تخفى الفتحات هذي يسدونها بدين يسبقون كل الساقف زي اللي شفتوا في غرفة محمد هذا ما بيقى للغرفة هذي بس غرفة أنس في اللي باقي ما سوينا الله يسهل إن شاء الله نسويها هذي غرفة أنس يسه ما جوه من المدرسة نبدأ بتجليد كتب الفصلة الثالث يلا على طول يا الله وصونا بس هذي شكلها مجلد يهذي شكله حق الأترام كله والله كبير بغتي شكله جلده مرة ثانية خليش شوف أفهم الساقف هو شي من وسن بعدين نجلد الكتاب الرياضيات نجلد لغة إيه هذا هو لغتي يعني هذا لا هذا دراسات صح الدراسات هو حق الترام ثلاثة ثرام يعني بس عندنا ثلاث كتب علوم لغتي ورياضيات وانا صراحة أكره مرة تجليد بس وسن ترم اللي راكي جلده يومنا عدا تجلد له سيطاك بالإسم نجلد الكتاب الرياضيات نجلد الكتاب الرياضيات ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 salam شكرا اشتركوا في القناة